يحتفي مهرجان كتارة الدولي للخيل العربية ومشاهدين الكرام في نسخته الثالثة بطراث وثقافة الخيل العربية الأصيلة وطبعاً إلى جانب سعراضات الخيول فقد قيمت عديد الأنشطة الفنية الموازية أبدع في عرضها عدد من الفنانين المحليين والأجانب وعن هذه الفعاليات الفنية تحضر معنا الفنانة التشكيلية القطرية لينا العالي التي سنقف معها على عدة نقط أهلاً وسهلاً بك معنا أستاذ لينا بداية لكنت طبعاً بين المشاركات في المعرض معرض مرايا تفاعلية لو تعطينا فكرة عنه أنا أشوف أي فعالية تستوي بدون ما تكون مصاحب لها معرض فني أحس أن المعرض الفني هو اللي يدب الحياة بالمشاركة الفنانين ومشاركة الجمهور طب بنشوف التفاصيل بموضوعنا اليوم لكن ماذا عن مشاركة لينا العالي في هذه الفعالية؟ من مشاركتي مشاركة بسلوب مميز وجديد وأحب المشاركات هذه الجماعية ومعارض الجماعية طبعاً سنتحدث عن تفاصيل أكثر بعد قليل تعيش كتارا اليوم بمناسبة مهرجان الخيل العربية احتفالات فنية متنوعانة تعرف عليها في هذا التصريح للاستاذة حبيبة أو حي المهندي نعم المسؤولة عن قسم المعارض الفنية بكتارا لنشاهد معارض مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية الأصيلة من ضمن مهرجان كتارا الدولي للخيل يتكون من 53 عمل فني من كذا دولة من ضمنها قطر السعودية العراق الكويت مشاركات من الأكوادور، روسيا، المغرب، الأردن وموضوع المعرض كامل عن الخيل في هذه النسخة عندنا ثاف مسابقات المسابقة الأولى للتصوير الفوتوغرافي في يوم 6 فبراير يصورون المزاد وعندنا مسابقة السروج طبعاً مسابقة ثنائية أول مرة تنطرح كل اثنين من الفنانين في سرج واحد مثلاً الخط مع الفنة التشكيلي أو مثلاً الخزف مع الفن التشكيلي أو مثلاً الجرافيكس خلطنا بين محورين أساس أن يطلع عمل فني جديد وبفكرة جديدة وبفكرة أصحابها شخصين المسابقة الأخيرة هي مسابقة أصيل لرسم الخيل الحر أهم شيء أن يرسمون جمال الخيل العربي الأصيل عندنا تقريباً 30 مشارك في المسابقة ونعلن عن نتائج بعد نهاية المهرجان معرض مهرجان كتار الدولي للخيل العربية الأصيلة مرة أخرى جميل أن نخوض في تفاصيل هذا المعرض الجميل مرتبط بأصالة الخيل العربية لكن تحدثين عن بعض التفاصيل لأنه رؤية الحاضر والشاهد والمشارك أيضاً تختلف عن رؤيتنا أنا وعاد المعرض الحلو فيه أن اللوحات موجودة من الأمام والخل الحلو فيه أنه مش فقط الأسلوب الواقعي الموجود أساليب فنية متعددة وهذا اللي خل المعرض له حضور أكثر وهناك جانب التفاعلي أيضاً اللي هو الرسم المباشر على السرج مال الخيل هذه اللوحتي اللي هي أنا سميتها الخيل الأسطوري لا يتميز بقوته إنما بنزاهته هي سلوبي السلوبي اللي أنا معروفة المختلف إيه المختلف فأنا حسيت كأنني أنا أرسم يعني كأنها حسيتها في النهاية لو حصل لي راح أطبعها على سجادة من كثم أنا يعني حسيت أنه سلوب يعني أنا دائماً ألواني شيء ألوان في هذا زهو وحلوة بس أنا حسيت هذه مختلفة جداً كما لاحظ هناك عدة أساليب فنية ما بين الواقعي الواقع الواقعي والسلوب المجرد بالعكس اللوحات جداً كانت حلوة وهناك على الجانب الآخر صور مصاحبة للمعرض هذا يعني جانب كل اللوحات والجانب الآخر كما ترون في الجهة المقابلة صور الخيول يعني كان هناك صور فوتوغرافية كان هناك لوحات أيضاً وشوفوا شو نقبال الجمهور أوش الناس تشوف نفسها تشوف اللوحة طريقة عرض اللوحات كانت مميزة أيضاً جداً دائماً أصلاً كتارة يبتكرون عرض اللوحة بساليب مختلفة مستحيل سواء فكرة مكررة السنة اللي بعدها مرتكز مهم أي نعم فهي شيء جانبهم هذا ما يشد الجمهور أيضاً يشدهم طريقة العرض اللوحات شون تكون يعني هذه الصور المصورين معبرة جداً ما هي برأيك أستاذ لنا قيمة هذه المعارض في الحفاظ على التراث نتحدث هنا عن خيول العربية الأصيلة الخيول من الخيول خاصة ما اشتهر بها العرب قديماً هي الخيول العربية وخاصة أن هذا المعرض معرض دولي فمصاحب له هذه الرسومات سواء المعرض أو المسابقة تعزز الهوية التراثية لهذه المسابقة أو الفعالية يعني حتى لما تحضرين هناك العرض للخيول وشوفينه الخيول العربية والأصيلة نفسها لموجودة حتى في الصور يعني كاتارا تشكر على هذه الجهود على إقامة هذا المعرض الدولي وللشه المحلي سنوياً ومشاركة المفنانين لها مشاركة فيه فنانين من الخارج لأنا أيضاً صاحبة الجلاري أصلاً هي المشاركة باللحات اللي أنا مشاركة معها هي من الكويت نعم مهرجان ثقافي طبعاً مميز تضمن العديد من الفعاليات عندما نتحدث عن هذا المهرجان نتحدث عن الأنشطة المرافقة بما في ذلك مسابقة الرسم نتابع مشاهدين هاته الأصداء من هذا المعرض فكرة العاملة أنا شيء ربط عن عناصر التاريخية في دولة قطر ودولة السعودية مثل قصر المصمك ومعالم تاريخية موجودة في قطر اللي تعتبر نفس الهوية اللي تربط بين البلدين بلدين إن شاء الله بإذن الله مصابقة كمبيتشن بتوين يعني كل سرج أزا تيم ففي نهاية إن شاء الله في نهاية المهرجان تقريباً أسبوع جاء إن شاء الله يوم السرج يكون إعلان نتائج فيه منه الأفضل سرج أول مرة هاي الصناعة شارك في مهرجان الخيل شاركت في مسابقة الرسم على السرج رسمت بألوان الأكريليك بس حبيت أدمج معها البامبو دائماً كنت أستخدم البامبو على أخشاب أو على لوح كامفس أول مرة أجرب أدخل البامبو على الجلد وجهت شوي صعوبة بسيطة بس الحمد لله قدت فتجاوزها وأتشوف إن شاء الله النتيجة بتطلع أوكي أنا صديقي الفنان ديار الأسدي اشتغلنا على التصميم أول شي بعد المشاركة أو قبولنا للمشاركة في المسابقة وظلنا نفكر أن صمم تصميم يكون متناسب بين الطرفين ففكرنا في قصة تتكلم عن الخيل وجمال الخيل والطبيعة التي في قطر والأماكن السياحية والجهة الثانية الخيل متوج بالقلادة التي تتوج دائماً في المهرجان عودة إليك أستاذ لينة العالي نتحدث عن الجوائز الآن ما رأيك بموضوع الجائزة وخاصة الرسم على سرج الخيل بالعكس الفكرات الجائزة وويد حلوة لأنها فيها من نوع من التحدي بين الفنانين وللعلم السرج مش كامل يرسم عليه الفنان يختار جهة قسم منه يقسم وقسم ثاني يعني بعد حلو هذه المشاركة عبارة عن مشاركة أسلوبين يعني ممكن أكثر من فنان أن يرسم على نفس أسنين كل واحد ماسك جهة فحلو أنه في النهاية يدمجون أسلوبهم بأسلوب واحد عشان يفوزون أسنينهم فبالعكس أدعو المزيد من هذه المسابقات اللي فيها جوائز فوز تحفز الناس حتى اللي ما لهم في مجال فعندما يشتركون ربما يفوزون يعني فيه ناس تخجل أنها تشاركوا شيء مع أنها تكون جدا موهوبة وبما تلاحظون في مشاركات من جزء من التقرير كان أنا قالت أنا أول مشاركة لي فبالعكس أنا حيي الفنانين وإن شاء الله بتكون هناك يعني مستويات مختلفة من الفاوز الرجال ودفع قوي طبعا لمشاركات مستقبلا لكن عندما نتحدث يعني اللافت مثل ما شفنا في التقرير أنه الطاغي هو الاستعمال الأكريليك وقلت لي أنه تقريبا في ساحة الفنية التشكيلية الناس بدأت تبتعد عن الألوان الزيتية لا في مازال هناك ناس ترسم الألوان الزيتية بس هو أنت حين تبقى الشغل السريع اللي ينتهي بسرعة إذا أنا جاتني لوح أرسمها خلال يومين شنو أسرع؟ أكريليك لأنه يخلص في يشيصان الأسطوري كم استغرق منك؟ يومين بالضبط يومين بالضبط أمام اللوحات اللي الزيت لا تمتاخذ لها يعني تقريبا شهر لما تنشف فإذا أنت تتسلم العمل للعلم بيكون العمل مش ناشف فهي راح يصيد دمج يدمئ يعني يخرب فعشان شهدت دائما الناس تعطي الألوان لك أسرع وأسهل وكل شيء أسهل فيها يعني ساعد هذا المعرض بعض الفنانين الذين يستخدمون هذه الخامات نعم وهذه الأنواع من الفنان ربما ظلمت بعض الفنانين في المقابل نعم في المقابل الذين يعتمدون أسلوب آخر ولم يستطيعون المشاركة ربما حين يستخدم الألوان الأكريليك بس بعد في الرسم على الجلد فيه لألوان معينة بعضهم جايبها فحسب ما يستهوي الفنان يا هو يجازة يسوي بالأكريليك يا يسوي بس بس إحنا لاحظنا في التقرير هناك ليس مجرد رسومات في المسابقة هناك أعمال فنية بالتطريز وبالخيوط عاملينها هل شددك بعض الأعمال الفنية بصراحة وأنت يعني كنت حاضرة في قلب الفعالية لوحة معينة رسمة معينة سواء الجانب المسابقات أو الجانب العروض أنا أجبتني هذه اللوحة الكبيرة اللي خيال من وراء أحبها الأسلوب يعني يمكنني أن أنا مقارب له هذه اللوحة وبعد في الأعمال الفنية اللي على السرج والله كان فيه منافقة أنا أتكلم منحات التأسيس اللي حضرت عليها فما أقدر أقيم هي اللوحات حين بس مجملة للعام أنا أشوف أنه كافي أن الواحد يرسم وهي قاعد جدام الجمهور هذا كافي ولكن نحن نعتزوي همنا رأيك كفنانة تشكيلية وناقدر لك رؤية فاحصة في هذا المجال شكرا جزيلا لك الفنانة تشكيلية لينا العالي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك لينا العالي على حضورك معنا اليوم وفاكرو عالي